شيء آخر يسوع أصبح إنسان وجاء ليدمر أعمال الشيطان كإنسان طبعا وبجدارة المسيح له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على كل شيء لكن المسيح اتجسد وكان مملوء من الروح القدس واستطاع أن يدمر أعمال الشيطان ابن الله جاء لينقض أعمال إبليس وهو الذي قال رأيت الشيطان ساقطا قلبرك من السماء انتصر على الشيطان في التجارب في البرية انتصر على الشيطان في بستان جتسماني انتصر على الشيطان حيث كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس كانت تخرج الأرواح الشريرة النجسة والشياطين بأمر منه بكلمة منه لكن أخيرا أحباء انتصر على الشيطان في الصليب مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه كإنسان انتصر على الشيطان حتى أنت وأنا نسير في موكب نصرته في كل حين نغلب بدم الخروف وبكلمة الشهادة ونمتلك أراضي جديدة ملكوت الله يمتد ونحرر الناس من قبضة الشيطان من الأعمال السحرية من كل أمور اللي شوهها الشيطان ولسيما هوية وشخصية يسوع من خلال الكرازة من خلال التسبيح من خلال الكلمة من خلال الروح القدس من خلال عمل الإيمان من خلال السلطان اللي أعطانا إياه من خلال دم يسوع المسيح من خلال اسم يسوع نستطيع أن ننتهر الشيطان وهذا كله قد أكمل لأنه المسيح تجسد وصار إنسان حتى يعني إحنا نؤمن أحبائي أنه الشيطان لا يمسنا الشرير لا يمسنا ولا يسود علينا بل صار عنا السلطان أنه ننتهر الشيطان بالواقع خلصنا من الزنب ومن قوة الخطيئة ما في الشكاية علينا طالما إحنا تحررنا بواسطة دم يسوع المسيح ثم أحبائي المسيح صار إنسان ليكون لنا مثال نتبع خطواته مين في كل القرى الأرضية تسميلي شخص ممكن يكون كامل وتتبع خطواته أنا موافق معاك بس يسوع المسيح فالمسيح أجل حتى يكون مثال لنا في كل الحياة يعني في قداسة الحياة في المجيء الأول جاء المسيح بالخلاص في المجيء الثاني رح يتمجن ويكمل هذا الخلاص خلاص التمجيد نكون معه في كل حين ليخلص من الخطيئة في الحاضر ويقودنا إلى التمجيد في المستقبل نسلك كما سلك ذاك حياتنا نتشبه بيسوع المسيح في قداسة الحياة في الأخلاقيات المسيح في السلوك بمبادئ العزة على الجبل وهكذا أنه كلما اقتربنا من يسوع نتشبه بيسوع تارك لنا مثال أن نتبع خطواته أحبائه فيسوع هو المثال الكامل بالحقيقة هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال وجمال الكمال وكمال الجمال ومثال الكمال وكمال المثال بل هو كمال الكمال يسوع له كل المجد لما نقول نتشبه بيسوع مش كيف بيوكل أو نرب لحي أو شو نلبس أو كيف نتحرك أو نعيش مثل ألفين سنة لا نتشبه أخلاقياً أدبياً روحياً من خلال شخص يسوع المسيح وهذا عن طريق الإعاني والسند من الروح القدس من سير مثل المسيح شيء آخر أحبائي جاء المسيح بمجيءه الأول لكي يأتي ثانية ليعد لمجيءه الثاني وهيك عم بحضرنا أمور كثيرة أحبائي جاء في المجيء الأول حتى يرسل للروح القدس يكمل معانا في مسيرة غربتنا في هذا العالم في المجيء الأول جاء بالخلاص في المجيء الثاني رح يكون كمال هذا الخلاص والتتميم الكامل في مجيءه ثانية عم بعدلنا أمور عظيمة جداً رح يكون عنا أجساد ممجدة روحانية نورانية كما يقول الكتاب المقدس جاء المسيح وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى أعدد لكم مكان آتي وأخذكم أيضاً حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً فإذاً أجساد جديدة رح يكون بيت جديد وطن جديد جنسية جديدة شركة وعلاقة جديدة رفقة القديسين والأنبياء وأهم شيء أحبائي طبيعة جديدة طبيعة القداس والبر اللي ما فيها أي نجاسة تقبل السماء وأهم ما في الموضوع أنه منشوف يسوع في السماء إلى أبد الآبدين أحبائي هذا اندل على الشيء أنه المسيح اتجسد وصار إنسان لأنه أنت وأنا موضوع عنايته أنت وأنا موضوع محبته أنت وأنا موضوع فداؤه وخلاصه أنت وأنا موضوع نعمته بحبنا كتير كتير ومحبته أجى حتى يخلصك ويخلصني شيء عظيم جداً عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لأنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسدياً وأنتم مملؤون فيه اتصرنا شركاء الطبيعة الإلهية وهذا ما بتم إلا عن طريق مجيء المسيح لكي يقوم بالخلاص الكامل من أجلك ومن أجلي أيضاً موسيقى 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 موسيقى